في هذه القاعة الواقعة في أحد التوابق السفلية لمحافظة شرطة باريس يتلقى العاملون المكالمات على الرقم الشهير 17 شرطة النجدة مرحبا ما هي المشكلة سيدي لم أفهم وإن كانت معظم المكالمات التي يتلقاها عمال مركز الاتصال على مدار الأربع والعشرين الساعة تتعلق بمشاكل خطيرة كالاعتداءات والعنف المنزلي وحتى القتل فمن الممكن أن تكون أيضا تافهة هذا الشتاء وفي أحد الأيام الشديدة البارد اتصلت امرأة مذعورة بسبب تجمعا للبط على الطريق فطلبت إزالتها بسرعة خوفا من الانزلاق أو من أن تدهسها السيارات أو تلك التي تطلب المساعدة لإغلاق نفذة الغسالة أو نزاع بين زوجين أو ببساطة بسبب ارتفاع صوت التلفزيون عند الجار وتريدنا أن نتدخل لخفضه إضافة إلى المكالمات التي تجرى من دون قصد من الهاتف المحمول أو تلك التي يجريها أشخاص يريدون الاستفادة من المكالمات المجانية أو مزاح الأطفال الذي يتضاعف عدد اتصلاتهم أيام الإربعاء والأعياد ارتفاع عدد هذه المكالمات التي توصف بالملوثات تقلق الشرطة خصوصا وأن من شأنها في بعض الأحيان تأخير التدخلات العاجلة حقا في العام 2013 تلقينا أكثر من مليون ومائتي ألف اتصال على الرقم 17 للشرطة النجدة ومن بينها ما يزيد عن 38 كانت حقا مكالمة طريقة تتطلب تدخل سيارة الشرطة لذا وفي محاولة للحد من هذه المكالمات غير الضرورية وضعت الشرطة تحذيرا عند الرد على كل متصل على رقم النجدة لقد تم تحديد رقم هاتفك وسيتم تسجيل مكالمتك سيتم معاقبة كل من يسيء الاستعمال لكن الملاحقات القضائية نادرة ولا يزيد عددها عن عشر في السنة من بينها امرأة اتصلت بشرطة النجدة أكثر من عشرة ألاف مرة في غضون ثلاثة أشهر